حسين محضر لنا أمثال شعبية وأشياء وقصص قديمة حابين نسمعها فرح نخليك أنت تشرب التشاي وبعدين راجعي لك نعم حسين شنو محضر لنا أمثال اليوم حسين صلعة عرق لكن هو راح يستمر أنه يضرب لفد استكانيين ثلاثة والوضع يكون ها حسين بدأنا مرة ثانية هي دراسة هاي الدراسة تأكد أنه شرب التشاي مع ارتفاع درجات الحرارة يعني يفتح الأوعية وبالتالي أنه يعني مع احتساء الشاي ممكن أنه الجسم أيضا يبرد يعني هذا ما أكدته يعني يأكدوه بعض الأطباء يعني في العراق أو خارج العراق صباح الخير كابتن شان الصالح درجة الحرارة واحد وخمسين بالسماوة وأنتم باحتكم إنهم متواجدين بالمقاهي شو السور؟ عراقيين عراقي إذا مو شاي ماكو خمسين خمسة وخمسين هذا وضعني لو توصل للغليان آي أبد ما بيهم الجال أي أهلا السهلين وعداوه ما عدي وراثي 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 السلام عليكم حجي ييكم السلام عليكم مرحبا لكم درجات حرارة واصلة نصف الغليان بجنوب العراق والتحديد في مدينة السماوة لكن بالمقابل إنه نشوف كقبال كبير على المقاهي لشرب التشاي قلت لك المشروب الرئيسي للعراقيين هو تشاي إن كان في درجات البرودة إذا هاي للتدفع وبالصيف هي المشروب الرئيسي لأنه ماكو أحنا متعلمين من زغرنا لما هذا عمرنا قلت لك آب الله هاب يعني يزرف البسمارة شلون بيكم هم راح تستمرون بالشاي؟ قلت لك مشروب العراقيين هو تشاي يعني إحنا شون حتى للرأس واحد رأس يوجعي هاي يقل لها راح تشرف شاي فهذا مشروبنا الرئيسي وهذا ونكسكن عليها ماتن مزيد طيب حسين إنت وده تحشو يا ضيفك الكريم سمعنا لو عصورة قالت لنا أنه أنه عندك أمثال وحشايات مثل بيبياتنا شون محاضر لنا اليوم؟ إنك خاشوكتر راح تزوج اثنين واي فإحنا نتراتها يأخذوها منها من القدمة يعني هي الأمثال كثيرة يا قلزار يا كريستينا بخصوص أنه تشاي مثلا يعني مثلا آب الله هاب يزرف البسمار بأول عشرة من شهر آب يعني يوصفوه أنه بثقبة لبسمار الخشبي بالتعديد وبالتالي بالعشرة الثانية أنه يقلل الأعناب بيكثر الأرطاب وبالعشرة الثالثة يفتح باب للشتاء هذا فيما يقص أنه بعض الأمثال المرتبطة بقصص العراقين وعشقهم مع الشاي حاليا نتواجد أيضا بإحدى المقاهي خلي نسميكم صوت الإستكانة شوان الصحب أدري السوى سيبلت له شاي شاي شو هو هو شاي العراق سيبلت هو بالحرارة كل ما صغير الحرارة الدنيا كل ما يصير شغلنا أكثر أزداد من الشتاء أكثر من الشتاء وتقبلنا شاي نطل الجماعة كل ما صغير حرارة كل ما يكثر شغلنا تدفع على الحرارة حرارة الجسم وحرارة الجاي يعني درجة الحرارة 51 والعراقين يشربون الجاي أصفة طبية هاي مو أبوك بالمية مية بالمية وكن والحمد لله وشكر مبسطين يعني يعني حتى بالحرار ما جاء ينعزل علينا مقبلين على تموز وعلى آغ رح يستمروا أنه أهال السماو بيقبالهم على يجعل موجودين كل الجاهة مبسطة يعني الموظفين يطلونهم عطلة وإحنا القطاع الخاص ما عدنا عطلة جاي جانا بيقبال الشاي يعني أستبنات صورة عامة اللي يسمع أنه هاي الطقطقة يعني أكيد يثير الفضول نشرب الشاي تمام حاليا نحن نتواجدين به أحد المقاهي صباح الخير أستاذ شام الصحي جراجات الحرارة واصفة نصف الغليان ونشوفكم موجودين بمقاهي تشربون الشاي مو كافي والله هي هاي طبيعتنا خاصة إنسان إذا طلعت قاعد يسمع وما بها فد يعني مو واسعة فماكو غير المقاهي أكثر شي شوي وبيها تبريد فأفضل شي هي هاي القاعدة طبعا الحقي إنه جابون إنه استكان شاي من طفة الكهرباء حتى نعيش الأجواء الصيفية بامتياز سامي يقول لك حار ومطفية الكهرباء وشاي ألف عافية أكيد والله هي شغلة تعودنا لها صراحة يعني ما شغلة الحر بالعراق تعودنا لها مو جديدة علينا الحمد لله على أي حال الحمد لله رب الله أقلمتوا عنهم لا تأقلمنا الحمد لله لا تشاي نقدر نستغني عنه ولا نقدر نشرده من الحر بالثنيين وظلنا بالبيت حارة فأفضل شي المقاهي صراحة أفضل شي المقاهي أفضل شي خاصة إنه بمحافظتنا وين تروح أستاذ إنه بدأت شاي يتخذ فالأنصر رئيسي بالمضايف بالأفراح بالأطراح حتى ممكن أنه يوصل المرحلة شو أنت لو تتابع إحنا الطفل عمره بعد قبل السنة وأمه تخلي خاشوقة شاء يعني ينشأ من البداية هو شاي وهذا مثل النيكوتين مثل الججارة إذا تعود عليها بعد مستحيل يعوفها يعني يصير صداع يعني أنا إذا أشرب فترة ما أشرب شاي أحس راسي يريد ينفجر فأضطر أشرب شاي فشوفنا صغيرنا يشبيرنا كلها شاي والشاي موجود بالمقوين نروح لعمل قصة عشق لا تنتهي مع الشاي العراقية شون؟ قصة عشق مع الشاي ما تنتهي أكيد ما تنتهي من الطفولة للنهاية هس عنا وعينا ببهاتنا يقعد شاي يريد يسولف لسالفة صح سووا لي شاي يريد ينام قبل النوم يشرب شاي شاي حارة برضا ما يعرف هذا الجو لأن هذا صار ويد دم يعني قلت لك أشرب بالججارة طيب أحسن أني حابة أسألك شيء وإذا ممكن همينة تسأل لضيفك الكريم أنه يمكن بهذه الفترة إحنا دنشوف حتى الشاي يحطون عليه مكعبات ثلج أو يشتروا ويكون حاضر هذا الآيس تي اللي يسموه ممكن هو يشربه مثلا هو نفس الشاي إذا يحب له لازم يكون حار يعني بالنسبة موضوع الآيس الشاي بالمحافظة والشاي المتلج ما يمشي هذا الموضوع بالسماء لا يمشي لا يمشي تعال حطل مكعبات على الشاي لا لا يمشي لا لا يمشي إذا موت شاي حار وهذا مستحيل لا لا نقدر لأن كل مجتمع إلى طبيعته قد يكون هذا المجتمع ثاني ماشي نحن عندنا لا نحن عندنا ممت نروح لإيران ونقل له شاي عراق وين مكان ما توصل أي مكان نريد شاي عراق فمو مو يعني ماشي عندنا مال المثلج أو هاي بس احنا صراحة بكل الأحوال كان درجة الحرارة خمسين ولا أربعين احنا نحب بلدنا ونحب محافظتنا بكل الأحوال صعلا صعلا إذن يعني قل زار هذه هي نفضة مختصرة عن نعم 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 صباح الخير شون الصحة الله يسلمك درجة الحرارة واصلة نصف الغليان شوف أنه أهل السماء وما يتواجبون فيها انت تسري انت تدري قرد وصل مرحل الحرارة والشاي قصة عشق ماتلسة انت تدري يعني العراقين ما يستغلون عن الشاي هاي واحدة ومتعودين على درجة الحرارة لأنه صار 23 سنة نحن متعودين على هذا الأجواء وبالنسبة للتواجد بالمقه مالي وبالسجاد كل أغلب السماوة متعودين على هذا المكان يقل لك إنه الشاب أو الرجل بمدد السماوة إذا ما يوصل للسينما ويشرب شاي وكأنما ما نأخذ نتواجد يما وبالسجاد نحس يعني فت مضيعين مضيعين شاي مالتنا بس خلأ جيبه واجيك دقيقة أيضا أنا هم ما استغني عن الشاي مضيعين يعني هذا رابع شاي نصر وأنا تقريبا الثاني ما أغلب ذلك فإحنا متعودين على قهوة أبو سجاد بصراحة أبو سجاد يطينا الخلطة لا تحكيها هلو هم ما طلعي بها لا أغلب بسجاد الله ما ينطوها أنا أقول لك أنا لا طيب أبو سجاد أجيب بسجاد يطينا مكونات الشاي أنا أتعاهد لك يطيق بسجاد ما ينطي قابل هذا البث مباشر نحن المشتغلين بث مباشر ما ينطون إسلامي لا 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 كل ما نصر لا لا أبو سجاد ينطي لا لا ينطي الله يعزك إذن يا بنات أنه هذا هو جانب مشفق نعم نعم طبق